ماذا هو المعالج؟ سلام عليكم وياكم السين دائما عندما نرى جهاز جديد نازل أول شيء يركزون عليها بالمواصفات هي المعالج مثلا لو تقول الواحد هذا الجهاز بـ 400$ ويبيه قاميرا بدقة في 40 ميجا بكسر يقول لك عادي لو تقول له جهاز بـ 400$ بشاشة سوبر أموليج يقول لك عادي لكن إذا تقول له هذا الجهاز بـ 400$ ويبيه معالج سناب دراجون 855 نقول لك واو شنو اسمه اردشتري طيب لماذا الناس مهتمة بالمعالج وشنو الشغله شنو هو المعالج؟ المعالج هو قطعة صغيرة مصنوعة من مواد متخصصة تقدر تقول عنه هو دماغ الجهاز وإيش يعرض على الشاشة يمر بهذا المعالج؟ مثلا لما تريد تفتح تطبيق راح تضغط عليه من تضغط عليه راح تتحسس الشاشة وتنقله للمعالج المعالج راح يفتح التطبيق أو مثلا لما تفتح الكاميرا لما تريد تضبط الفوكس راح تضغط على الشيء اللي تريد الفوكس يصير عليه من تضغط عليه راح تتحسسه و راح تنقل لتحسساته للمعالج المعالج راح ينقل اعاز للكاميرا حتى تركز على هذا الشي مثال اخر الالعاب هي عبارة عن ملفات طيب شلون تطلع على الشاشة بشكل لعبة ونتحكم بيها لما نفتح مثلا لعبة بوب جي راح يروح امر للمعالج بفتح اللعبة المعالج راح يبدي يفتح ملفات اللعبة ويحولها من ملف الى فيديو لتحكم بيه بشكل مباشر من خلال هذا الكلام عرفنا ان المعالج هو اهم شي بالجهاز وهو جدا مهم لان اذا كان ضعيف راح يعلق الجهاز عندك و راح تقطع عندك الالعاب و راح تصبح عندك مشاكل بالجهاز فذلك المعالج مهم جدا طيب اكو سؤال ثاني يقول شنو هي النانومتر النانومتر هي معمارية بناء المعالج مثلا معالج كيرين 710 مصنوع بمعمارية 12 نانومتر طيب هل هذا الرقم زين كفاءة متوسطة نعم زين لكن كفاءة فلاكشيب او جهاز سعر فوق ال400 دولار لا هذا الشي سيء مثلا عندك معالج السناب دراجون 855 مصنع بتقنية 7 نانومتر هذا الشي زين نعم هذا الشي جدا ممتاز 7 نانومتر هو اقل شي وسطوله طيب اشتنا نعرف هذا المعالج زين نانومتر ماتة او لا كل ما يصغر رقم كل ما احسن يعني مثل ما قلت لك اذا جهاز فيها متوسطة مو اكثر من 12 نانومتر لان يصير اكثر بعد الجهاز يصير يعني فاشل نوعا ما يعني النانومتر كل ما يقل كل ما يقل درجة الحرارة مع المعالج كل ما يقل صرفه للطاقة كل ما يزيد سرعته وهو اي اشياء تتحكم بيها النانومتر فلما يقل عدد النانومتر او يقل رقم النانومتر يكون هذا في شي جدا ممتاز يعني راح يقلل مثل ما قلت لكم صرف الطاقة ويقلل الحرارة ويقلل العفو يزيد من الاداء فهذا شي جدا مهم ان يكون النانومتر قليل او حجمه او الرقم مالته صغير حتى يكون المعالج عندك سريع وما يصرف كهرباء وبالاضافة الى درجة حرارة اقل حتى ما يحمد جهاز بين قوسين خلاص الفيديو مالدنا اليوم اكتبوا لي تحبون تسوي ترتيب معالجات بين الكيرين والسناب دراجون والاكسينوس اتمنى اعجبكم الفيديو باستفاديته من الفيديو اذا اتوا المرة تشوفني اتمنى تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى نصل الميت الف مشترك بقرب وقت التحياتي لكم فيا ماله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر